بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتمنيا أن يكلل الله مسيرتها الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي متقدما بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام راغيا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر العظيم بالخير واليمن والبركات وليبقى الأزهر الشريف لعصور عديدة ولأزمنة مديدة حصنا منيعا لتأمين تراث وحاضر ومستقبل الأمة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة متوجها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة كرب حلول شهر رمضان المبارك